اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين سقنا في المحاضرات السابقة من سلسلتنا التي هي بعنوان تحرير الإنسان الشيعي سقنا أربعة عشر مثالا من واقع السيرة والتاريخ تثبت أن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كانوا حينما تسنح الفرصة ينالون من الشخصيات والرموز الدينية المقدسة لدى الغير وكان هذا النيل منهم يقع علنا جهرا رغم الظروف الحرجة والخطيرة التي كانوا يعيشونها والهدف من وراء هذا النيل معلوم وهو كسر القيود التي فرضتها الطوائف المنحرفة على نقد رجالاتها فإن هذه القيود إذا انكسرت أمكن القضاء على الانحراف الذي تشخص بهذه الشخصيات وترمز بهذه الرموز أما إذا أبقينا هذه الشخصيات والرموز محفوظة من المس أبقيناها مصانة من النيل فليكون بإمكاننا أبدا القضاء على الانحراف الذي جاءت به هذه الشخصيات إذ إنه لا يمكن التفكيك بين إسقاط الانحراف وإسقاط الرمز المنحرف لا يمكن أن نفكك بين هذين الأمرين كما أنه لا يمكن للانحراف أن يتبدد إذا ما بقي الرمز المنحرف مصانا ومحترما هذه مسألة واضحة نحن هنا لا نتحدث عن شخص أخطأ في اجتهاده مثلا أو أخطأ في نظرية ما كان دافعه إلى طرحها حسن النية نحن لا نتحدث عن شخص مخطئ في اجتهاده في نظريته حتى يقال أنه يمكن حفظ شخصيته وإبقاؤها محترمة مع تخطئته أو تخطئة منهجه نحن نتحدث هنا عن شخص جاء بانحراف جاء بكفر جاء بضلالة جاء بنصب جاء بما يهدم الحق جاء بما يكون نسخة دينية بديلة عن الدين الحق هذا الشخص الثاني يختلف عن ذلك الشخص الأول هذا الثاني يتشخص به الباطل يتشخص به الباطل ويتعاظم بتعاظمه فلا يمكن ابقاء هذا الشخص محترما والاقتصار على تخطئته لأن ذلك لا ينفع في القضاء على ما جاء به ما جاء به إن لم يسقط هذا الشخص سيظل ما جاء به موجودا لا أقل في دائرة الاعتبار فتقول العام أنه يمكن أن تكون تخطئتنا له خاطئة أصلا الرجل صالح وجليل القدر وما دام كذلك فما جاء به له شأن من الشأن وما يدرينا أن الحق ليس معه لا التخطئة هنا لا تنفع لا بد من إسقاط اعتبار هذه الشخصية التي تشخص بها الباطل وإلا لن يسقط هذا الباطل نفسه عن الاعتبار هذه قضية واضحة رسمها القرآن الحكيم ورسمتها السنة المطخرة كما مر علينا عرفنا أن الله تعالى والمعصومين صلوات الله عليهم لم يكتفوا بإسقاط المناهج المنحرفة وإنما كان حرصهم واضحا على إسقاط رموز هذه المناهج أيضا على إسقاط الشخصيات التي تعتبر مؤسسة لهذه المناهج المنحرفة على إسقاط هذه الشخصيات والرموز التي هذه المناهج المنحرفة تعتمد عليها في دائرة الاعتبار تعتمد على بقائها مبجلة معظمة محترمة إذن لا مناصة من السير في طريق النيل من الشخصيات المضلة المبطلة وإن كانت هذه الشخصيات ذات تقديس واحترام عند بعض الطواف الاخرى وقد تأكد لنا أن هذا العمل من صميم منهج الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليه لأنه بما سقناه من شواهد وأمثلة وبما طرحناه من الآيات والروايات وما بين ذلك من كلام واستدلالات من هذا المجموع كله نطمئن أو يطمئن المؤمن إلى أن النيل من الرموز المقدس الزائفة أو الشخصيات المؤسسة للانحراف هذا النيل هو عمل شرعي مطلوب وراجح لماذا؟ لأنه لا يتم القضاء على الضلالة والانحراف إلا بذلك طيب بعدما تأكد لنا هذا الأمر نعود الآن للإجابة على شبهة غير ذوي الفطنة التي حكيناها في إحدى الحلقات الماضية من هذا المبحث تلك الشبهة التي تعتمد على قوله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم ماذا يقول هؤلاء يقولون إن هذه الآية توجب علينا أن نكف ألسنتنا عن مقدسات الآخرين حتى يحترموا مقدساتنا وعليه لا يجوز مثلا النيل من أبي بكر أو عمر أو عائشة أو من أشبه وإن كانوا عندنا من أئمة الكفر وأعلام الضلالة فما داموا عند أهل الخلاف من أئمة الدين وأعلام الهداية فلا بد لنا من احترامهم وتجنب النيل منه وترى هؤلاء المشتبهين يستشهدون ببعض الروايات الشريفة في تفسير هذه الآية والتفريع عليها من قبيل أن سب أولياء الله كسب الله فبالتالي تشمل الحرمة ما لو سب أحد أعداء الله فيحمل ذلك العدو أو مناصر العدو مناصره يحملهما على أن يسب أولياء الله فيكون الأمر محرما ومن أظلم عند الله ممن استسب لله ولأوليائه كما قال الصادق عليه السلام هكذا هكذا يروج هؤلاء المشتبهون لشبهتهم التي هي ناشئة من جهل وقلة فهم أما الجهل فلأنهم يجهلون عشرات الأحاديث والروايات التي عرضنا بعضها عليكم في الحلقات الماضية والتي أثبتت نيل الأنبياء والأوصياء عليهم السلام من أعداء الله بأحد الألفاظ مع كون هؤلاء رموزا كبيرة عند بعض الطواف هؤلاء المشتبهون المعترضون لم يقرأوا هذه الأحاديث والروايات لم يعرفوها ولذلك رأينا كثيرا منهم يتفاجأ حين نعرض عليه هذه الأحاديث والروايات ويتفاجأ أكثر حين يعلم أن هذه الأحاديث والروايات معتبرة هذا هو الجهل الذي جعلهم يقعون في هذه الشبهة ويوقعون الناس فيها هذا هو الجهل وأما قلة الفهم أو لنقل قلة الفقه فلأنهم فلأنهم ما فهموا الآية الكريمة جيدا ولا فقه ما في الأحاديث المرتبطة بها أيضا فأسسوا قولهم بحرمة النيل من رموز الآخرين مطلقا على ماذا على قاعدة الجهل وقلة الفهم أو قلة الفقه ولهذا سبق مننا القول أننا نشفق عليه نشفق عليه إلا أننا من واقع المسؤولية لا نعذرهم إذ قصروا في التعلم والتفقه مع تصديهم لتوجيه الناس هم بذلك سببوا تأخر الأمة إلى الوراء قرونا وقرونا وهذا طبيعي لأن الأمة التي يقودها أناس غير فطنين غير متعلمين غير متفقهين لا بد لهذه الأمة من أن تتراجع ولا تتقدم أول ما يرد على هؤلاء أو يرد شبهتهم أن لو أخذنا بهذه الشبهة على إطلاقها لو أخذنا بقولهم على إطلاقه بحرمة النيل مطلقا لوجب حينئذ كما ذكرنا سابقا تخطئة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأن ما أثبته القرآن الحكيم وما أثبتته السنة الشريفة من مواقف الأنبياء والأوصياء وأعمالهم وأقوالهم هذا كله يصادم القول بحرمة النيل من رموز الآخرين مطلقا إذن لابد لنا من أن نتخلى عن هذا الإطلاق فلا نقول بأنه يحرم النيل من رموز الآخرين مطلقا بل لابد من التقييد لابد أن نقيد وهذه أول نقطة ترد على هؤلاء مشكلتنا معهم هي في إطلاقاتهم وتعميماتهم لماذا يتحدثون بهذه اللغة الإطلاقية ويفسدون أفكار الناس لا يمكن لأحد أن يفتي بأنه يحرم مطلقا النيل من رموز الآخرين لا يمكن نعم له أن يفتي بالحرمة مع التقييد أين نجد القيود نجدها في نفس الآية الكريمة وفي نفس الأحاديث الشريفة ولكن وأسفاه على من لا يتعلم وأسفاه على من لا يتعلم وإن ارتدى جبة العلم ماذا تقول الآية إنها تقول ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير عيل هنا نجد أن حرمة السب أو النيل معلقة على إفضائها لارتداده على الله تعالى كأن الله تعالى يقول يحرم عليكم أن تسب الأصنام ما دام ذلك يفضي إلى سب الله فهذا قيد أول أما القيد الثاني فقوله تعالى عدوا ما العدو العدو هنا بمعنى أن الكافر أو المخالف يعدو أي يتجاوز عن حالة سابقة هي سكوته عن الله وأوليائه فيكون سب المؤمن لمن يعتقد به هذا الكافر أو المخالف موجبا لعدوه أي تجاوزه عن تلك الحالة السابقة إلى حالة جديدة أو حالة طارئة يهتك بها حرمة الله وحرمة أوليائه عليه والسلام هذا قيد ثاني أما القيد الثالث فقوله تعالى بغير علم أي أن هذا الكافر أو المخالف يكون جاهلا غير عالم يعدو بغير علم أي بالجهل لأنه جاهل يعدو أو يعتدي والجاهل هنا ليس هو الجاحد أو المعاند وإنما هو ذاك المخدوق المستضعف الذي تربى على شيء يظنه حقا وليس بحق هذا قيد ثالث إذن في الآية الكريمة نفسها نجد ثلاثة قيود لحرمة السب أو النيل من أنداد الله أو أعدائه على ما نزلته الأحاديث الشريفة التفسيرية وعليه يمكن لنا أن نخرج فروضا لا يحرم فيها السب أو النيل يمكن لنا ذلك أن نخرج فروضا لا يحرم فيها السب لأنداد الله أو أعدائه فبأي وجه قيل بالإطلاق بإطلاق الحرمة الفرض الأول ألا يكون النيل مفضيا لارتداده على الله تعالى أو أوليائه عليهم السلام لو افترضنا أن نمرئ يقدح في الطاغية عمر بن الخطاب مثلا وهو عالم بأن المخالف لن يرد بالقدح في أمير المؤمنين عليه السلام لماذا لكون هذا المخالف معتقدا بأمير المؤمنين كخليفة الرابع أو أن هذا المخالف لن يرد بالقدح في أحد من الأئمة عليهم السلام لكونه لا أقل يعتقد فيهم الجلالة فإذن هنا لا حرمة للنيل في هذا الفرض هذا الفرض الأول الفرض الثاني ألا يكون النيل موجبا لتجاوز المخالف عن حالة سابقة فلو افترضنا أن المخالف كان قد عدا أولا قبل أن نال منه أو ممن يعتقد أي كانت حالته السابقة هي هدك حرمة الله وأوليائه إذن يكون النيل هنا ممن يعتقد بهم المخالف لا يكون استفزازا له لا يكون استفزازا له لأن يعد لأنه يفعل هذا الأمر وهو هدك حرمة الله أو أوليائه يفعله سواء نل ممن يعتقد بهم أم لم نفعل نيل لا يجعله يبدأ بالنيل لا يجعله يعد بادئا مبتدئا نيل لا يجعله يبدأ بالنيل لأنه بادئ بهذا النيل أصلا فإذن لا حرمة لليل في هذا الفرض أيضا هذا الفرض الثاني الفرض الثالث أن يكون النيل المرتد هذا النيل المرتد من المخالف أو الكافر إنما يكون من ذاك الجاحد المعاند للجاهل أي أنه هذا الراد بنيله راد النيل مع علمه بحرمة الله تعالى وحرمة أوليائه عليهم السلام إلا أنه ينال إذا نلنا مع علمه ينال وبعبارة أخرى إن نيلنا منه أو ممن يعتقد به يجعله يعدو بعلم لا بغير علم فهذا إمرء غير قابل للهداية جاحد معاند عدو النيل منه أو ممن يعتقد به لا يشكل حائلا لهدايته وإن أدى إلى أن يقابل لن النيل لأنه عالم بالإثم الذي يفعله فلا حرمة لنيلنا في هذا الفرض أيضا فعلى هذا شاهد في سيرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه نجد شاهدا على هذا لأن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي بدأ بلعن معاوية وأصحابه فقابله هؤلاء باللعن أمير المؤمنين كان البادئ وتلك حقيقة لا يعرفها معظم الناس بل معظم الخطباء الخطباء على منابرهم يهاجمون معاوية ويهاجمون بني أمية لماذا لأنهم سنوا للناس لعن أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام إلا أن الخطباء لا يعلمون أن الذي دفع معاوية وبني أمية إلى هذا هو هو أمير المؤمنين عليه السلام نفسه لولا أن أمير المؤمنين بدأ بلعن معاوية وأصحابه لما رد معاوية أصحابه عليه اللعن وطال ذلك ثمانين عاما روى الطبري والبلاذري في ضمن ما جرى بعد قضية التحكيم قال وانصرف أهل الشام إلى معاوية فسلموا عليه بالخلافة وبايعوه ورجع ابن عباس وشريح ابن هان إلى علي بالخبر فكان علي إذا صلى الغدات أي الفجر قناته من القنوت فقال اللهم العن معاوية وعمرا وأب الأعور وحبيب ابن مسلم وعبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد والضحاك ابن قيس والوليد ابن عقبة فبلغ ذلك معاوية فكان يلعن عليا والحسن والحسين والأشتر وقيس ابن سعد وابن عباس وعبدالله ابن جعفر رواية أخرى لنصر ابن مزاح يقول كان علي بعد الحكومة إذا صل الغدات والمغرب وفرغ من الصلاة وسلم قال اللهم العن معاوية وعمرا وأبا موسى وحبيب ابن مسلم وعبدالرحمن ابن خالد والضحاك ابن قيس والوليد ابن عقبة فبلغ ذلك معاوية فكان إذا صلى لعن عليا وحسنا وحسينا وابن عباس وقيس ابن سعد ابن عباد والأشتر وفي طبيعة الحال انقسمت الأمة إثر ذلك إلى قسمين يلعن كل واحد منهما رموز الآخر الشيع من أهل الكوفة اقتدوا بإمامهم علي عليه السلام فكانوا يقنتون بلعن معاوية وأصحابه والمخالفون من أهل الشام اقتدوا بإمامهم معاوية لعنه الله فكانوا أيضا يقنتون ولكن بلعن علي وأهل البيت عليهم السلام ولعن أصحابه يقول الشافعي إمام المذهب في كتابه المعروف كتاب الأم يقول إن علي رضي الله عنه قنت في حرب يدعو على معاوية فأخذ أهل الكوفة عنه ذلك أهل الكوفة من الشيع وقنت معاوية بالشام يدعو على علي رضي الله عنه فأخذ أهل الشام عنه ذلك أهل الشام كانوا من النواصب من المخالفين أيضا يقول ابن حجر العسقلاني في كتابه الدراية أهل الكوفة إنما أخذوا القنوط عن علي قنت يدعو على معاوية حين حاربه وأهل الشام أخذوا القنوط عن معاوية قنت يدعو على علي إذن إذن إن أمير المؤمنين عليه السلام هو السبب لولا أنه بدأ بلعن معاوية وأصحابه لما رد عليه هؤلاء اللعن ولما سنوه في الأمة إلى أن طالت مدته ثمانين عاما ولمن قسمت الأمة إلى قسمين يلعن كل منهما رموز الآخر مع ما ينشره هذا من أجواء الشحناء والبغضاء ومع ما يخلفه من أوغار في الصدور ولكن كان علي هو السبب هو البادئ باللعن فهل يتجرأ أحد من هؤلاء الخطباء المساكين هل يتجرأ على تخطئة أمير المؤمنين عليه السلام لأنه كان البادئ باللعن هل يجرؤون على توجيه النقد لأمير المؤمنين عليه السلام قائلين إنك يا أمير المؤمنين تناقض نفسك أولست الذي نهيت حجر بن عدي وعمر بن الحمق ألم تنههما من لعن وشتم أهل الشام أولست أنت القائل لهما كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين تشتمون وتتبرؤون ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم أعمالهم وذكرتم حالهم فقلتم من سيرتهم كذا وكذا ومن عملهم كذا وكذا كان أصوب في القول وأبلغ في العذر وقلتم مكان لعنكم إياهم وبراءتكم منهم اللهم محق دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق منهم من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به كان هذا أحب إلي وخيرا لكم أنت أنت يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك تنهى هنا عن لعن وشتم أهل الشام فكيف تنهى عن شيء أنت واقع فيه أنت تلعنهم في قنوط صلاتك وأنت تأم الناس والناس يقتدون بك هكذا يمكن للجاهل أن يعترض على أمير المؤمنين عليه السلام العالم لا يعترض لماذا؟ لأنه عالم وليس جاهلا مشكلتنا أيها الإخوة هي أن كثيرين يصعدون المنابر اليوم ولم يتعلموا جيدا بعد لذلك تراهم يطلقون أقوالا أقوال من قبيل حرمة النيل مطلقا ويستدلون بكلام أمير المؤمنين عليه السلام لما يقول كرهت لكم أن تكونوا سبابين ثم يشنعون على معاوية وأصحابه بأنهم سنوا اللعن والسب لأهل البيت عليهم السلام ويقولون للناس هذا هو الفرق بين منهج أهل البيت ومنهج بني أمية منهج أهل البيت هو الموعظة الحسنة أما منهج معاوية فهو اللعن والشتم ثم ترى هؤلاء الخطباء وهم ينطقون بهذا المنطق يؤسسون على ذلك إدانة لمن هم مثلنا ممن ينتهجون منهج إظهار البراء يقول هؤلاء الخطباء عن أولئك يقولون هؤلاء بعيدون عن أخلاق أهل البيت ومدرسته واقعا كنت حين أحضر بعضا من مجالس هؤلاء الخطباء غفر الله لهم كنت حين أحضر وأسمع منطقهم هذا أحبس في نفسي ضحكة لا أريد أن تظهر ثم تنقلب هذه الضحكة إلى حسرة وألم على هذا الواقع واقع التقصير في اكتساب العلوم والمعارف واقع السذاجة وقلة الفطمة لست أدري لماذا لا يبذل هؤلاء جهدهم في اكتساب العلوم والمعارف أقلا ليعرفوا كيف يتحدثون وكيف يوجهون الأمة ليعلموا مثلا أن كلامهم هذا غير دقيق بل هو كلام غير صحيح لا شك أن منهج أهل البيت عليه السلام هو منهج الموعظة الحسنة ولكن من الجهة الأخرى منهج أهل البيت عليه السلام أيضا هو منهج النيل من أعداء الله تعالى النيل منهم بما يجعلهم مطرودين عن دائرة الاعتبار في أعين الناس النيل منهم بما يجعل الناس تحترس من الاقتراب من هذه الشخصيات المنحرفة ومن مناهجهم الوضعية المنحرفة كما أن ذاك منهج أهل البيت هذا أيضا منهجه لو تعلم هؤلاء وتفقهوا لعرفوا كيف يزيلون هذا الالتباس الذي قد يصيب أحدهم حين يتصور أن هاهنا تناقضا بينما دعا إليه أمير المؤمنين عليه السلام وبينما كان يفعله في حين أنه ينهى أصحابه عن اللعن والسب هو بنفسه يلعن ويسب حتى في الصلاة ويقتدي به أصحابه أيضا فيتوهمون أنه هاهنا تناقض بين القول والفعل أو تضاد لا تناقض ولا تضاد هنا كما بينا أولا إن النيل من أعداء الله تعالى حتى إذا كان يرتد على أولياء الله تعالى فلا حرمة فيه لا حرمة فيه إذا كان من ينال منه سيعدو بعلم أي أنه عدو معاند أو رمز ضلالة عالم بالحق لكن يجحد معاوية وأصحابه كانوا من أي صنف كانوا من هذا الصنف لذا فمع علم أمير المؤمنين عليه السلام بأن ابتداءه بلعنهم سيحملهم على تأسيس اللعن له ولأهل بيته وأصحابه وسيستمر ذلك ثمانين عاما تقريبا مع علمه بذلك أظهر لعنهم في قنوة صلاته وفي خطبه وفي مواقفه المختلفة لا يختلف اثنان على أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لعن معاوية وعمر بن العاص وأضرابهما ونال منهما أشد النيل لماذا؟ لأن هؤلاء جاحدوا لن يكون الكف عن لعنهم سببا لهدايتهم كما أن لعنهم لن يكون منفرا لهم عن الحق لماذا؟ لأنهم قد أبوا الحق أبوه تأصل هذا الإباء فيهم للحق هذا الرفض منهم للحق تأصل في نفوسهم المريضة المنافقة فإذن لا تحتمل هدايتهم مطلقا هؤلاء فليلعنوا فليلعنوا وإن ردوا اللعنة إلى أولياء الله تعالى فليلعنوا لأنه لا يمكن تأسيس موقف شرعي واضح يفيد الأمة بأن هؤلاء على كفر وضلالة ويدفع الأمة إلى البراءة منهم ويقيها لانخداع بمنهجهم لا يمكن تحقيق كل هذا على أتم وجه وأكمله وأثبته لا يمكن تحقيقه بغير إظهار اللعن لهم اللعن هو بمثابة إعلان رسمي من حجة الله وسفيره على الأرض بطرد الملعون عن عالم الحق يطرد فلا يغتر أحد بأن هذا الملعون هذه الشخصية على حق بل الجميع يحكم بأنه على باطل لماذا؟ لصدور اللعنة القاطعة من الحجة المعصوم لهذه الشخصية وهذا وإن ترتب عليه أن يقوم هذا الملعون بالعدو بالعدو مع العلم عدوا بغير علم فيلعن أو يسب أولياء الله تعالى وإن ترتب ذلك إلا أن هذا اللعن مطلوب لماذا؟ لأن المصلحة المترتبة على تثبيت الموقف الشرعي الصريح من المعصوم تجاه الملعون فيسلم دين الناس هذه المصلحة أعظم وأولى من المفسدة المترتبة على قيام الملعون برد اللعن والسر وهذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم هذا الواقع الذي بأيدينا دليل على صدق هذا الذي نقول معاوية وحزبه لعنهم الله رغم كل ما بذلوه لتشويه صورة أمير المؤمنين صلوات الله عليه حينما حملوا الأمة على لعنه حتى شب على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير رغم كل هذا ها هو ذا علي عليه السلام لم يزدد إلا مجدا وتألقا وعظمه حتى استقر إجلاله في قلوب الأمة بينما ها هو ذا معاوية لعنه الله لم يزدد إلا خسة ودناءة وشطر عظيم من هذه الأمة يلعنه مضيا على سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذن هذا الواقع الذي نعيشه دليل على أن المصلحة من اللعن لذلك الملعون مع العلم بأنه يعدو ويرد اللعن هذه المصلحة أعظم من تلك المفسد التي تترتب على ارتداد اللعن من الملعون على أولياء الله هذا الواقع يثبت ذلك السنة العلوية بقت في لعن معاوية وأصحابه إلى الآن شطر من الأمة يلعنون معاوية وأصحابه أما السنة الأموية اندثرت راحت ولت لا أحد الآن يلعن عليا وأهل البيت صلوات الله عليه إذن مع من تكون الموعظة الحسنة تكون مع ذاك الذي نراه نراه مخدوعا مضللا جاهلا نحتمل فيه أن يهتدي إلى الحق هذا يخاطب بأدب ولا يستفز باللعن أو الشتم لنفسه أبدا هذا هو ما كرهه أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذا هو ما نهى عنه حجر بن عدي وعمر بن الحمق رضوان الله عليه لأنهما كانا يلعنان ويسبان أهل الشام أولئك الذين خدعهم معاوية وهذا الأمر واضح من نفس النص الشريف من نفس النص الشريف ولكن وأسفاه على من لا يتأمل بماذا علل أمير المؤمنين عليه السلام كراهيته للعن والسب علله بقوله حتى يعرف الحق منهم من جهله من جهله فهل كان معاوية ممن جهل الحق أم كان ممن يعرف الحق لكنه يجحده الجواب واضح الجواب واضح ومنه يتضح أن هؤلاء الذين كره أمير المؤمنين عليه السلام لعنهم وشتمهم كانوا جهل أتباع معاوية لا معاوية وحزبه لا معاوية وأصحابه ممن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو لا ينبغي لعن الجهلة والمخدوعين ولكن يوقفون على ضلاله يبصرون بذلك يبصرون دون استفزاز بلعنهم أو شتمهم حتى لا يكون ذلك منفرا لهم عن قبول الحق أما معاوية وأمثاله فيلعنون ويشتمون وينال منهم لأن ذلك لن ينفرهم عن الحق وليمنع تحقق هدايتهم الممتنعة أصلا هم من الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هذا الكلام كله كان في الفرض الثالث الخارج من حرمة سب الذين يدعون من دون الله أو الذين يوالون من دون أولياء الله بقي هنا أن نشير إلى أمور في رد أصل الشبه الأمر الأول أنه حتى لو افترضنا أن النيل من أعداء الله سيكون مجتملا في آثاره على القيود الثلاثة من إفضائه إلى ارتداد السب وكونه وكونه مخرجا للمخالف من حالة سابقة وكون هذا المخالف جاهلا مع هذا مع هذه القيود الثلاث يمكن أن لا يكون هذا النيل محرما إذا انطوت عليه مصلحة راجحة تسقط الحرمة إذا انطوت عليه مصلحة راجحة تسقط الحرمة ها هنا سقوط الأحكام الأولية وذلك كأن يتوقف على هذا النيل تنبيه الغافل أو إرشاد الجاهل كما فعله إبراهيم عليه السلام حين كسر الأصنام وكما فعله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله حين نال من آلهة المشركين مما فصلناه في المحاضرات السابقة أو أن يتوقف على هذا النيل محاججة الخصم أو إلزامه فإنه ها هنا أيضا لا يحرم النيل أيضا كما تشهد به سيرة المتشرعة سيرتهم في الاحتجاجات والمناظرات ودونك كتاب الاحتجاج للطبرسي مثالا ثم دونك سائر كتب علمائنا الأقدمين ومصنفاتهم الكلام أو أنه يتوقف على هذا النيل تحصين المجتمع الإسلامي من الاغترار بالشخصيات المنحرفة وهذا مقتضى الحديث الشريف الذي أشرنا إليه سابقا عن النبي صلى الله عليه وآله وفيه قوله أكثر من سبهم لماذا؟ كي يحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعه هنا أيضا يجوز النيل بهذا العنوان أو أنه يتوقف على هذا النيل حفظ التراث الإسلامي بما فيه من أحاديث شريفة وأخبار واحتجاجات وأشعار وما إلى ذلك مما يشكل رافدا أساسيا لحفظ الحق وفرزه عن الباطل وهذا هو ما يفسر إصرار علمائنا الأقدمين على تدوين ونشر أحاديث المثالب وروايات المطاع وأشعار الهجاء ونحو ذلك إصرارهم على تثبيت كل هذا وتدوينه في جوامعهم الحديثية ومصنفاتهم رغم ما كانوا يعيشون وآن ذاك من ظروف جائرة عرضت بعضهم لأن يسفك دمه ويقتل شهيدا لأجل ذلك ولعلنا نفصل في هذا ونعرض نماذج منه في محاضرات اللاحقة من هذه السلسلة إن شاء الله تعالى الحاصل أن حرمة السب أو النيل المأخوذة من هذه الآية الشريفة تجري مجرى الأحكام الأولية التي قد يطرع على موضوعها عنوان ثانوي يرفع عنها الحرمة ويقول الأمر حينئذ إلى الإباحة أو الاستحباب أو حتى الوجوب كحرمة الغيبة مثلا رغم أن حرمة الغيبة أيضا مأخوذة من الكتاب العزيز كما في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه رغم أن الغيبة من الكبائر المؤكدة إلا أنها بالنتيجة حكم أولي قد يطرأ على موضوعه عنوان ثانوي آخر فتصير الغيبة واجبة أصلا كما ذكره بعض الفقهاء من أنه إذا توقف على الغيبة إبطال المقالات الباطلة الصادرة من قائل مؤمن فإن الغيبة حين ذاك تجوز بل تجب وإن أدى ذلك إلى تنقيص القائل أو القدح فيه بقلة التدبر أو ضعف الفاهم ونحو ذلك هذا الأمر الأول من التنبيهات الأمر الثاني إنه لا يبعد أن تكون الآية الكريمة التي تمنع من سب الذين يدعون من دون الله وكذا الروايات الشريفة التي تمنع من سب أعداء الله حيث يسمع المخالف لا يمتنع أو ليس بعيدا أن هذه كلها صادرة بلحاظ القضية الخارجية للحقيقية أي أن الحرمة كانت حرمة ضرفية لتجنب مفسدة يمكن أن تقع في تلك الأزمنة حينما كانت الغلبة للمشركين كما في وقت نزول الآية أو حينما كانت الغلبة للمخالفين كما في وقت صدور الروايات وعليه فمع تبدد تلك الغلبة في الواقع الخارجي فلا حرمة ولذا نال المسلمون من آلهة المشركين دون نكير عليهم من النبي صلى الله عليه وآله بعدما هاجر المسلمون من مكة ولم تعد للمشركين عليهم غلبة وإن بقيت دولتهم في مكة وما جاور هذا الأمر الثاني الأمر الثالث أنه على التخلي عن القول بالقيود والقول بالحكم الأولي والقول بالقضية الخارجية الخارجية على التخلي عن كل ذلك يمكن أن يقال أيضا أن مطلق اللعن والثلب والنيل ليس سبا بالخصوص حتى يدخل في منطوق تحريم الآية يمكن أن يسار بالنحو الذي سار فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من النكير على آلهة المشركين والنكير على عبادتهم إياها رغم نزول الآية إنه صلى الله عليه وآله لم يسب بعد نزول هذه الآية ولكنه سار في إبطال هذه الآلهة هذه الأصنام بضرب من التوهين لا أقل من بيان أن هذه الأصنام من المنكر والباطل فليكن عمل العاملين من المؤمنين اليوم على هذا النحو مثلا حينما يتصدون للدعوة والتبليغ كان يكثف جهودهم في بيان أن موالاة أبي بكر وعمر وعائشة هو من المنكر والباطل هذا ليس من السب والشتم في شيء ما زال للكلام في هذه النقطة بقية نرجعها إن شاء الله إلى المحاضرة المقبلة وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر